على مرحلتين وبعد مبارايتين لعبهم منتخبنا الوطني مع نيجيريا مع النيجر ومع ليبيريا والاتنين يمشوا مع بعض نيجيريا لو هتعمل كوكتيل حي يمكن كلام كتير جدا على وطبعا احنا منكلم على يعني مجرد بدايات صعب جدا تحكم على تجربة فيتوريا رغم انه المطشين فيهم كتير من الحاجات الإجابية يعني هنتكلم عليهم لكن لسه ما فيش الامتحان التست اللي تقدر تقيس عليه قدرات منتخبنا الوطني خصوصا طبعا مع توضع وبينقصين مع كامل الاحترام طبعا توضع مستوى سواء منتخب الليبيري او المنتخب النيجر وفي النهاية يعني في حاجات كتير جدا هنتكلم عنها النهاردة فيما يتعلق بالنحية الفنية الكورة يعني لكن انا الحقيقة يعني يمكن عشان المطشين دول كانوا جايين في توقيتات فيها اجندة دولية وفيها مطشات في دولي الأمم الأوروبية وفيها مبارح مطشات مع برازيل مع تونس أرجنتين مع جمايكا أسبانيا مع بورتغال حقيقة يعني وانا متفرج كده في حاجة قلبت علي المواجهة بصراحة ويمكن بعض الناس يبصوا عليها انها مش محتاجين نقاف عندها قوي لكن انا بالنسبة لي تقدر تقول انها عقدة يعني حاجة كده حصلة من كاس العالم تسعين حاجتين نقطتين تحديدا وكلمت فيما على فكرة قبل كده كتير عسى انه حد يتحرك ويبدو الموضوع مش فارق او الموضوع بالنسبة لهم سطحي ما انا شايفه مهم جدا الكلام على زي المنتخب الوطني التيشرت او الفلانال او الكت او الفانيلا زي ما احنا بنسميها هنا في مصر اللي بيلبسها لعيبتنا في منتخب مصر الوطن حاجتين واخدوا بالكم المظهر ده مهم جدا في حاجتين اولا الامج شكل صورة مش منتخب مصر بس صورة مصر انت بتلعب في اللقاء الدولية بتغطيها وكالات انباء بتغطيها منصات بتغطيها مواقع الزي اللي انت بترتديه بيعكس صورتك بيعكس صورة البلدي والجزء التاني هو الايدنتي الهوية او الشخصية يعني امبارح وانا بتفرج الحقيقة شفت طب انا مش بقارن هنا والمقارنة مش وردة يعني هي مش فكرة ان احنا عايزين نبقى زي الفكرة ان احنا عايزين نبقى شبه نفسنا عايزين نعبر عن نفسنا امبارح شفت مثلا تي شرت منتخب البرازيل ايه الجمال والشياكة والبساطة والاناقة والجمال ده تي شرت تلبسها وتخرج بيها وفيها شخصية وهوية المنتخب البرازيلي الامر ينطبق على جامايكا ينطبق على الارجنتين ينطبق على البرتغال الحقيقة تي شرت منتخب مصر بيشهد تراجع في المستوى صحيح وفي النهاية انت في النهاية بتمضي مع شركة عالمية يعني الشركة اللي بتوفر ازياء المنتخب هي شركة عالمية فبالتالي ليه ما فيش تصميم مرتبط حتى على مستوى المنتخبات الافريقية جميعا احنا بنشوف ده يعني بنشوف منتخب الكاميرون بنشوف منتخب كوت ديفوار بيلبسوا حاجة ريليتت بثقافتهم مرتبطة يعني ليها علاقة بشخصيتهم هويتهم الثقافية حاجة بتعبر عن البلد دي وبتبقى بصمة بتبقى تريد مارك في بعض الأوقات كان بيبقى عندنا تفارات الحقيقة لكن انا بشوف انه فيه تراجع على مستوى الجزء التاني وده الاهم يمكن الشعار الشعار اللي بيحاول افهمه حاولت كتير جدا واتكلمت كتير جدا مع ناس في الوسط الرياضي هو ايه الفكرة من التصميم اللي عايش معنا بقى له 32 سنة ويمكن اكتر لكن انا فاكر انه هو ده نفس الشعار اللي ظهر بيه منتخب مصر في كاس العالم في ايطاليا 90 هل كان معنا من قبل كده مش قادر افتكر قوي يعني يعني في 86 بطولة 86 بطولة أمم أفريقيا اللي خدناها هنا في القاهرة هل كان ده نفس الشعار ولا كان فيه شعار تاني وده كان بمسابة التطور اللامحة الفنية اللي حصها ايه حاولت افهمه حاولت افهم ايه علاقته الكورة لشكلها قديم قوي كورة دي انتهت من 30 سنة شكل ديزاين الكورة ده انتهت من 30 سنة وايه علاقته بالعالم اللي مشدود من وراء ياريت نجيب الصورة تانية عشان انا حابب بالناس تبقى وانا بتكلم افكرها كده لو كانت نسيت يعني شكل الشعار بتاع منتخب او اتحاد الكورة المصري الباج اللي بتحط على تيشرت منتخب مصر حد فهم حاجة حد شايف انه ليه علاقة بثقافتنا بتاريخنا بهويتنا الرسالة اللي احنا حابين نوصلها شخصية المنتخب تمسيح النيل الفراعنة اي حاجة ليه علاقة بالثقة دي طبعا ما فيش فاتمنى اتمنى يعني اتمنى انه صحيح يا ممكن تبقى حاجة بسيطة جدا بس تصدقوني ليها قيمة وليها مرضوط كبير جدا جدا احنا مصر يا جماعة احنا بلد كبيرة جدا 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 وعندنا تاريخ عظيم جدا وبتهيق لي انه لازم نفكر انه تيشرت المنتخب الوطني بمن واحد من المنتخبات الكبيرة على مصر افريقيا والكبيرة على مصر الوطن العربي وبيحظى بمتابعة ومشاهدة الملايين انه يبقى عنده كت طليق بالشخصية والهوية المصرية